ده كبيرة كل واحد بيعمل الشغل بتاعه الياداري بيعمل الشغل الإدارية بتاعته بيهياء لكل الأجواء اللي خارج الملعب واللعيب بيركز في ملعب بس في التسعين ديالي هلعبهم عشان ما ينفعش اللعيب يعني مستجبت بعد إذنك معلش المواطعة ده تعنت من الجانب الأمن المغربي في دخول بعثة الأهلي للموارد وشفنا الأساس العامري فاروق من البداية المضايقات ده طبعا عربية مجزة دارة النادي الأهلي المضايقات حتى قبل المباراة مش مع العيبة بس مع كمان البعثة مع مجلس دارة دارة الأستاذ عامري فاروق نزل لهم حتى من العربية يعني بس هو خالد مرتاجي كمان ده سوء تنظيمة تعالى يعني الموقف من ضمن الموقف الغريبة تحطح سوء تنظيم انت النهاردة مباراة فاينة لك تعالى لازم يبقى التنظيم على أعلى مستوى انت محدد دخول الجماهير خروج الجماهير عارف من الناس اللي همها تعالى وأعظم أجلس الإدارة كمان في حاجة خاصة بأعضاء مجلس الإدارة مش معقول اعضاء مجلس الإدارة بتاع النادي الآلي يكون وسط الناس وسط الجماهير وسط الدخول العادي وشايفين السيداتي وزير عامري فاروق بيقوله انا كمان معايا التسكرة التسكرة في الجيد دوت ده مكان دخولي كلها أجواء أجواء صعبة جدا جدا لكن هاخد من كلام كابتن علاء كل ده برى المستطيل الأوضر كل ده برى المستطيل الأوضر صحيح بس برضو احنا في زمن اي حاجة بتيجى على التليفون اي حاجة بتعرفها في ثانية انا بكلم على اللعيبة دي وقت في الأجواء دي احنا بنقول ان المجلس الإدارة بعد اللعيبة بس اللعيبة عارفة الأحداث اللي بتحصل هل بتتأثر بعد شيء ولا حتى في البداية لا ما اعتقدش عندنا خبرات كبيرة جدا وانا لو مكان اللعيبة هترجم ده ليه حاجة إيجابية حوافز جديدة انت لما بتلاقي دايما عكوسات قدامك وبتلاقي ناس بتحاول بقدر امكان انها تعطل مسيرتك انا كلاعيب لا انا بيزيد الدوافع عندي خبراتنا ولعبتنا البقى ما بيدقش من الخوف لكن لازم يكون الدوافع دي تحولت او كل الأشياء السلبية اللي برى الملعب دي بتتحول لإيجابيات داخل الجهاز الفني داخل اللاعبين لازم كل دا يترجم لحالة إيجابية اهو بص برضو بعض المضايقات لجماهير النادي الاهلي اثناء دخولها للملعب المباراة طبعا المشاكل كترت قوي 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 الفترة الاخيرة مشاكل كترت جدا ودول خلي بالك وحضراتك اعضاء مجلس دراهما داخلين ملعب المباراة احنا متكلمش كمان على الجماهير العادية احنا بنتكلم على اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي زي ما حالتكم شايفين اهو قادي الكابتن حسام غالي وطبعا تعنت واضح جدا 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 يعني لدرجة انه هو يعني ده مجلس دراهما دي النادي الاهلي على فكرة قد مجلس ادارة يعني مشمعات اذكارة كمادة معاه ده ما يصحش الاي دي اللي بيدخل به المباراة طبعا وعارف المكان بتاعه اللي قاعد فيه وكلام ده كله عشان كده حسام متعصب طبعا انت تتكلم عن مدهيات اكابتن لأعضاء مجلس ادارة لا اسلوه ملوش حق يمنعها طبعا يعني زي ما كانوا يتكلم اللي قاعدة انت بتمنع يعني اعضامك زرر ليه طبعا يعني يعني كل حاجة معمولة صح يعني انت بتمنعهم ليه الوقت ده مش جمهور عادي كمان نصر ادارة نادي الاهلي شافأ جيل توخي امير وكل عيب 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 يعني عيب عيب كبير صوت انظيم غريب جدا 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 يعني انا ما شفتش كده في حياتي طبيعي ده ممكن جدا ان نقابله على بوابات الجماهير شوية لكن عضاء مجلس الادارة ده لازم يكون ليهم مدخل خاص الناس دخل طبعا بكل احضر وفين الامن هكاب فين الامن المصاحب لأعضاء مجلس الادارة ده الامن ببنحهم يعني مفروض يكون في امن كمانا مصاحب لمجلس ده يدخلوا حد المفترض يسهلك الدخول كمان والخروج ويسهلك كل الحاجات مش معاول يعني يعني ينايب رئيس مجلس الادارة وعضاء مجلس الادارة وكل الناس هيتخانق علشان خاطر يدخل يقعد في المكان لا وهو خلي بالك خلي بالك كابتن بلال كمان في حاجة هو احيانا بيجبرك بيجبرك باستفزازه انك تغلط لانه ده من حقك انت من حقك ان انت عود مجلس دارة وبعصة رسمية هتخش تخش عادي جدا كمان انما بالمدايقات ده والتعاند ده لا طبعا